اشتركوا في القناة المياه كانت نقية معايا وهيطلع معاك احلى رغوة واحلى النتيجة واضمن صابون ممكن تعمليه على الاطلاق بمكونات كلها من البيت زي ما انتوا شايفين الرغوة معايا عالية ازاي وكمان على فكرة لسه فيه حتة صابون ما دابتش يعني انا ما دوبتهاش كلها لما دوبها كمان هتديني رغوة اكتر واكتر عملت 48 قطعة صابون بارتفاع مناسب او ارتفاع عالي كمان وزي ما انتوا شايفين البياض بتاعه او لونه ورغوته وكل دا ما كلفنيش 15 جنيه شايفين الرغوة وصلت لفين لما صابون كله داب ويمكن مش كله دايب ولا حاجة لسه فيه بقاية من الصابون موجودة في لفة الموعين ايه رأيكم بقى في الطريقة دي او في الرغوة دي وطبعا نضافة ما فيش بعد كده حاجات كلها موجودة في البيت وان شاء الله مش هتكلفنا اي حاجة شايفين علوه الرغوة انا ما فصلتش الفيديو معاك ولا اي حاجة خالص معايا هنا 3 لتر من الزيت المستعمل بتاع القلي دا كان نتاج زيت بتاع اللي هو دا البنيه مع مثلا زيت بطاطس مع اي نوع زيت بيفيد مني في الطبخ انا ما برموش خالص بحتفظ به وبصفيه ومعايا كمان نص كيلو من السودا الكوية او البطاس او كربونات السوديوم نص كيلو على 3 لتر زيت مش اكتر من كده معايا هنا كمان بقايا برتقان اشر برتقان و اشر لمون دول خمس لمونات بالقشور بتاعتهم مش اكتر من كده يعني انا ما استخدمتش اللمون نفسه انا استخدمت الكشور بتاعت اللمون بحتفظ بيهم في الفريزر في اي علبة مناسبة وهنا حطهم على النار علشان يغلوم معايا عليهم كم عليهم حوالي خمس كبيات اقصد او ستة من المية زي ما انتوا شايفين دي بقايا الاشور بتاعت اللمون والبرتقان بعبيهم في علبة كده وبغطيها وبعينها في الفريزر ولو حب ان انا اعمل علبة منفصلة لللمون لوحده وعلبة منفصلة للبرتقان لوحده بعملهم ده كده بعد الغلية انا غليت حوالي ست كبيات من المج العادي مية معاهم الاشور بتاعت البرتقان واللمون لحد ما هتتهري معايا والاشور واللمون ده اشور اللمون والبرتقان ده انا مش هرميه انا هسيبه و هعمل به حاجة تانية خالص بس هاخد المية بتاعت الغلية دي وهسيبها لحد ما تبرد تماما عشان عرف اشتغل بيها دي كمان تالت كباية معايا اهي انا حطيت بالزبط ست كبيات لكل لتر زيت عليه كبايتين مية مغلية بقشر لمون وبرتقان بالشكل اللي انتو شايفينه ده ده مش هرميه زي ما قلتلكم هنستخدمه في وصفة تانية ان شاء الله هنا هحط على الست اكواب من المية هحط عليهم نص كيلو بطاس بالشكل ده ياريت تكوني لابسك ماما ولابسك وانتي وتكوني بعيد عن ولادك وانتي بتشتغل الخطوات دي لان طبعا دي مادة حارقة هنا بقى هبتدي ان انا دوب البطاس وزي ما انتو شايفين الابخيرة اللي تطلع منه دي بتأثر على صدر جدا فياريتك تكوني لابسك ماما وانتي بتشتغل فيه هدوبه بالشكل ده كده هفضل ايديا فيه لغاية ما يتقلب هسيبه واركنه شوية قبل ما اشتغل فيه بالزيت دي طبعا معلقة قديمة معايا مخصصها مخصوص للصابون بس هنا هسيبه يبرد تماما قبل ما اشتغل فيه اهم خطوطين في الخطوات اللي احنا عملناها ان انتي تسيب مية البرتقان ومية اللمون لحد ما تبرد وكمان تسيب البطاس لحد ما يبرد بعد كده هبتدي اضيف الزيت وإداءة في التقليب مستمر مش هبطل تقليب فيه واضمن حاجة وعشان تاخدي نتيجة كويسة لازم حتة التقليب دي تكون ضمنها مية في المية بعد كده انا كنت مصفيها الزيت ده بس فيه رواسط برضو لسه هبتدي ان انا صفي الشوية الاخارة بالشكل اللي انتو شايفينه ده ومش مشكلة خالص معايا لما بيكون الزيت لونه غامق زي ما انت شايفها الصبونة بتطلع فتحة وما تقلقيش خالص من غمقان الزيت فيه خطوات بقى هعملها اثناء التقليب دول 3 معالق ملح لكل لتر زيت معلقة ملح هبتدي ان انا نقلبهم بالشكل ده كل ما ضيف مكون كل ما هقلب بزيادة معايا هستنى لحد ما الملح يدوب وهنزل بكوباية من البريل العادي اي نوع بريل عندك زي ما انت شايف انا استخدمت اللون الاخضر ومقصرش تماما معايا في اللون بتاعه هقلبها برضو لحد ما تختفي معايا بالشكل ده كل ما ده ما بحس انه تقل دول 3 معالق من السكر برضو لكل لتر زيت معلقة من السكر اي مكون بضيفه بستمر في التقليب بالشكل اللي انتو شايفينه ده وراح جاي المطبخ بعمل مسأل مصلحة وارجع اقلب فيه تاني وهضيف كمان كيس من برسيل الجل بتلاتة جنيه ده بيخلي ريحته جميلة جدا وفي نفس الوقت رغوته بتكون عالية معاك هنا برضو هدوبه لحد ما يختفي تماما بالشكل اللي انتو شايفينه ده تفضلي تقلبي بقى كده لحد ما تحس ان الصابون معاك بقى عامل بأشبة زي عجينة الكيكة بالضبط زي ما انتو شايفين كده وهستخدم بعد كده الهند بلندر ده جلسرين طبي هضيف منه تلات معالق برضو لكل لتر زيت معلقة من الجلسرين الجلسرين مش غالي ولا حاجة الجلسرين بحوالي العبوة دي بعشرة جنيه من اي صيدلية وهتعد معاك فترة طويلة زي ما انت شايف انت مبتخدش منها غير كمية بسيطة جدا جبنا كمان من برا البطاس بقى عشرة جنيه وكيس البرسيل الجل بتلاتة جنيه ده كل اللي انا استخدمته قولي ان انا حطيت كمان لمون بتلاتة جنيه ده لو انت هتستخدمي لمون من العادي لكن انا ما استخدمتش لمون انا استخدمت قشور اللمون اللي كانت بقية معايا في الفريزر يبقى كل تكلفة التمانية واربعين صابونة ما تجوزوش الخمستاشر جنيه يعني بالضبط تلاتاشر جنيه مش اكتر من كده هنا بقى بقلب كويس جدا واهم حاجة واهم خطوة في عمل الصابون هو التقليب جبت كمان الهند بلندر عشان يرحمني شوية من التقليب وينجز معايا في الوقت وانا عملته وصبيته مباشرة ما سبتوش ولا رحت وجيت عليه مثلا وقلبته انت لو مش حاب تستخدم خطوة الهند بلندر لأ وانت كل شوية رح عليه وقلبيه لكن لو استخدمت الهند بلندر هتصبيه في وقتها بالضبط شايفين هو بدأ يتصلب معايا ازاي حتى جسم الصابون باين على الهند بلندر من برة ملمسه بدأ يتصلب معايا بدوب وبقلب بالهند بلندر بالشكل ده لحد ما يتقل معايا بالطريقة اللي انتو شايفين هدي في حالة انا عملت الصابون ده من غير دقيق في حالة لو لقدر الله كانت البوتاس او الصودا الكوية معاك بردة او نتيجة الصابون ما تصلبش معاك لأي ظروف مثلا ممكن تكون عاملاه في الصيف ممكن يكون صودا الكوية مش نتيجتها مضمونة تروح بقى عاملا اي عشان ما تبوزش الخلطة معاك تضيف كبايتين من الدقيق علشان ما تبوزش الصابون معاك لكن انا ما استخدمتش دقيق في الوصفة دي بس لو هو هيبوز معاك او ما تماسك ضيفيه له كبايتين من الدقيق دي خطوة مهمة برضو ممكن تعمليها وانا حبيت ان انا فيدك بيها جبت هنا صاج انا شريمك صوص للصابون صاج عادي خالص وحطت فيه كيس اسمر بالشكل ده وفتحته شايفين الصابون بقى ملمسه معايا عامل ازاي والسمك بتاعه عامل ازاي زي ما قلتلكم لا فصلت الفيديو ولا سبته فترة طويلة انا اشتغلت بالهند بلندر عشان يتقل معايا على طول المرة الجاية هعملك طريقة تانية بازن الله وحعمله في اوالب سيليكون علشان يكون شكله منتظم اكتر من كده هنا بقى انا مش عارف انا رحت فين انا رحت جيب اسباشولة عشان اه يعني ايه اشيل كل البقاية اللي في العلبة او في الطبق اللي انا بشتغل فيه هبتدي ان انا اهز الصينية كده علشان اساوي الوش بتاع الصبون انا ما فصلتش الفيديو معاكو خالص ممكن ان تكون مصرعت مقاطع بس بسيطة بس علشان انا اوريكي الطريقة بالزبط شكلها عامل ازاي ده من انجح الطرق اللي انا عملتها في الصبون ان شاء الله جربيها وعلى ضمانتي وهتدعيلي على النتيجة على الرقوة وعلى النظافة وعلى تماسك الصبون وعلى لونه كمان صبون ناجح 100% وانسي اي طريقة ممكن تكون عملت بها صبون قبل كده هيتصلب معاك بعد مرور ثلاث ساعات بالضبط من انك انت تعملي واختبار الرقوة ده انا عملته في وقتها زي ما انتو شايفين من القشور اللي بقت معايا من التقطيع بتاع الصبون هحاول اساوي السطح بالاسبتيولة بالطريقة دي كده او بالاسبتيولة وهتعملي بالشكل ده كده وهيكون انجح صبون عشان اضمن توزيع الصبون وما يكونش فيه اي فقاعات من الهوا هنتعامل معاك معاملة الكيك بالزبط هسيبه بقى لحد ما ينشف خالص بعد ما هزيته وعملته بالشكل ده كده هسيبه المدة ثلاث ساعات وبعد كده هبص عليها هشوف النتيجة عملا ايه ده بعد ما نسبت الصينية حوالي ثلاث ساعات متوصلين لحد ما شوف نتيجة الصبون هو ما جمدش بنسبة مية في المية بس انا عايزها في المرحلة دي عشان اقدر اقطعه لان لو جمد معايا مش هقدر اقطعه زي ما انتو شايفين اللون فاتح ازاي جمد اهو لسه ادايب تبص فيه بس انا عايزة كده انا عايزة الخطوة دي هبتدي ان انا اقطعه بالسكينة بالشكل ده على حسب المقاسات اللي انت عايزها على فكرة كان ممكن يعمل معايا اكتر من 48 قطع يعني كان ممكن يعمل معايا 6 قطع اضافية كمان فوق 48 بس اه انا حبيت ان انا اعمل قطع صغيرة وقطع متوسطة وقطع كبيرة علشان اشكل في المقاس بتاعه معايا فنجان صغير هبتدي ان انا اعمل عليه زي تبصيم الدواير كده زي جاهز بالزبط من الشكل ده كده ده شكل النهائي للصابون معايا وده لونه وهتشوف كمان معايا الرغوة بتاعته عاملة ازاي زي ما انتو شايفين جبت الكشور اللي هي فضت معايا من التقطيع بتاع بواء السكينة بالشكل ده ومعايا سبونشة جديدة ما فيهاش اي نوع من المسحوق تماما سبونشة ناشفة زي ما انت شايف كده وشايف الرغوة معايا هتبقى عاملة ازاي ولسه كمان صابور ما دبش مية في المية من جمال عاملة ازاي ما تنسونيش ابدا في اللايك علشان يرفع الفيديو معايا واتمنى كمان ان انتو تشاركوه مع اصحابك علشان الفايدة تدعم على الجميع استودعكم الله اللازل لا تضيعوا دائعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة